أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطب يمينك إذا لارتاب المضطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن ننزلنا عليك الكتاب أن ننزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتي أنهم بقتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنوب لنبونهم من الجنة قرغا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إسهم يشركون إسهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله من حولهم أفب الباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاهوا أليس في جهنم مسوى للكافرين وَالَّذِينَ يُجَاهِذُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ قُلِبَتِ الرُّومِ فِي أَدْنَى أَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُلْبِهُمْ سَيُغْلَبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَيْزِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَبَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ قَافِنُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا وَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَّرُوهَا وَعَمَّرُوهَا أَكْسَرَ مِمَّا عَمَّرُوهَا وَجَاتْهُمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلُمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاهُوا السَّوَاءً كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْدِئُونَ أَوَلَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذٍ يَتَفْرَقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحَبَّرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأَوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظاهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته ينخلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ينخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتقائكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته ينتقوا من السماء والأرض بعمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدع القوض ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مسلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت عيمانكم من شركا فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بقير علم فمن يهدي من أضوى الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب فيما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا زغنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما غدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا يات لقوم يؤمنون فانت ذو قربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما أوتيتم من عبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رضاكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يبعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البرع والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله يومئذ يصطعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرا وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فطر الوزق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إسهم يستبشرون وإن كانوا من قبل إن ينزل عليهم من قبله لم البسين فانظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولين أرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء زاوى اللهم الدبرين وما انتبها دلعما عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضحف قوة ثم جعل من بعد قوة ضحفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البحث إلى يوم البحث فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوميز لا ينفع الذين ظلموا معزرتهم ولا هم يستحتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مطلون كذلك يضع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعض الله حق ولا يستقفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بقير علم ويتخزها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَحَا كَأَنْ فِي أُذْنِيهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعضوا الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بقير عمد طرونها وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما أنفانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فعروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لغمان الحكمة نشكر لله فمن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله قني حميد وإذ قال لغمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وحب وفصاله في عاميه أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من آلاب إلي سم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إسقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتبها الله إن الله لطيف قبير يا بني قم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصط فيه مشيك واغضط من صوتك إن أنكر الأسوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بطير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنظر الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بزات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليص ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو القني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعسكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا قشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مختصر فما يشهد بآياتنا إلا كل خد تعرف كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده عن والده شيئا إن وعب الله حق فلا تقرن لكم الحياة الدنيا ولا يقرن لكم بالله القرور إن الله عنده علم الساعة وينزل القيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك نعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيح أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقالوا أعزا ضللنا في الأرض أعزا ضللنا في الأرض يا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يأتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم صالحا إنا موقنون ولو شينا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرات أعين جسام بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فما واهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن زكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم آئمة يهدون بعمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله يتظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياكم أبناكم زالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من الوامنين والمهاجرين إلا انتبعنوا إلى أولياءكم معروفا كان في ذلك في الكتاب مصطورا وإذا أخذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا قليصا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا آليما يا أيها الذين آمنوا اسكروا نعمة الله عليكم إس جاتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إس جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاقت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتنى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مر ما وعدنا الله ورسوله إلا قرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريقا منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقبارها ثم سهلوا الفدنة لاتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولغت كانوا وعاهدوا الله من قبل لا يولون الأدباع وكان عهض الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت يا ولقت وعيزا لا تمتعون إلا قليلا قل منذ الذي أحصبكم من الله إن أراد بكم سوانا واراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم إلينا ولا ياتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يقشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقولكم بأسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحداب لم يسهبوا وإياه الأحداب يودوا لو أنهم بادون في الآراب بادون في الآراب ويسالون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا أغت كان لكم في رسول الله هي وسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحداب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدغ الله ورسوله وما دادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعزب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيزهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وغدف في قلوبهم الرعب فريقا تغاتلون وتأسرون فريقا وأورسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسراحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم